كنت عاوز أسأل طيب طالما بنتكلم على الحفريات يعني كل الحفريات يعني لما نتكلم على حفريات أنا دائما بروح مخي للأركيولوجي على الحاجات اللي اكتشفت مثلا في المواقع الكتابية ولكن الحفريات تتكلم على متحجرات يعني الحاجات اتحجرت بسبب العوام الملح والضغط والحرارة لكن هل في أي صور أو أي أشكال تثبت أن الديناصور كان عايش مع الإنسان؟ لا لأن الحفريات بتاعت الإنسان قليلة جدا لأن عشان توزع الإنسان على كل الكون ده هتلاقي أن الحفريات الإنسان قليلة لكن الديناصورات موجودة مع طيور وهم بيقولوا الديناصورات أصبحت طيور عشان اللي لما انفجرت الغمر والينبيع وكله الحيوانات والطيور والبشر كمان كله مات وطالما فيه الأرض يعني عم بتتقلب فالحفريات لابد أنه يكون لا مش لابد لأنك انت عندك توزيع واسع جدا 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 شوف العالم حجمه قد إيه أنا عايز أفرق بين حكتين الاركيولوجي والبيليانتولوجي الاركيولوجي اللي حضرتك بتتكلم عنه وأنا عارف أنك خبير فيه جدا اللي هي الاكتشافات الأثرية اللي موجودة في الأماكن المقدسة وكده البليانتولوجي بيدرس الكائنات اللي كانت عايشة وتحفرت لما توزعها على كل العالم كده صعب قوي أنك تجد إنسان مع ديناصور لكن الدليل على إنسان مع ديناصور بأدلة تانية تلاقي فيه رسومات لديناصور في الكهوف فإزاي رسموها قدامناتو مش ملايين سنين بالضبط وهو عمر الإنسان على الأرض تمام في كامبوديا مثلا فيه معابد فيها صورة ديناصورات مجسمات لديناصورات دي موجودة فيه مقبرة عندنا في إنجلترا في حتة اسمها كالايل لواحد بيشوف مات ومرسومة على الإطار بتاعها ديناصورات وده مات في سنوات قريبة فمعنى كده إن الإنسان شافت ديناصور وقدر يرسمه لكن مفيش حفرية تجمع حفرية إنسان وديناصور لأن احتمال تواجد ده مع التوزيع المهول للعالم صعب قوي أنه يتواجد خلينا أخذوا السؤال بطريقة تانية تعرف إن إحنا مشهور عنا في الشرق الأوسط مارجرجس بيقتل التنين وده بتشوفه كمان في الحضارة يعني هو حامي بريطانيا يعني مشهور سين جورج أوف بريطان طب الأفكار دي من وين أجت؟ ما دي بقى اللي احنا بنقول عليه إنه هم شافوا الحاجات دي فيه ناس شافت الديناصورات وفيه ناس حربت الديناصورات وحسن كده سين جورج هو الحامي أو السينت بتاعه اللي هو سين جورجوس يعني حسب الاسم آه تمام وعارف العالم بتاعه ويلز عبارة عن ديناصور وفيه قولك الديناسور اللي طلع منه نار أيوة دي مش غريبة لأنه فيه حاجة اسمها البومبادير بيتل دي عبارة زي خونفيسة كده فيها توساكس كسين ورق أيوة لما حد يهاجمها يتخلطوا الكسين دول وتطلع الشرارة قوية بحرارة واندفاع شديد وانا لي صديق بروفيسور بتاع فيزيكس بيستخدم هذا التصنيع علشان يعمل منه للماشينز إيجيكشن ماشينز وحاجات زي كده فكوني ممكن حاجات تتفاعل مع بعض وتطلع ما يشبه النار ده مش حاجة غريبة يعني وانت بتتكلم انا تذكرت ايوب بيوصف مش عارف هو ديناسور ولا شيء معين بس حتى بيطلع نار بس ظبط كده وده مش غريب وده مش غريب لأن عندنا البومبادير بيتلز دي موجودة حاليا وبتطلع نار لما حاجة عبارة عن كسين فيهم مواد لو اتخلطوا مع بعض تطلع نار وفي نظام إيجيكشن قوي جدا يعني قذف سريع جدا عشان تقتل الكائن اللي عايز يفترسها فكل ده ما هواش غريب فإذا استحالت يعني مثل ما بيدعوا انه ديناسورات 260 مليون اه لا مش صح هو انت حط سنين وخلاص وقعد دور عليهم ايوة الفكرة انه هما بيحطوها بمبدأ المبدأ الدنيوي مش بيشوفوها من مبدأ الكتاب المقدس فعشان كده الاختلاف البين لهم يعني مثلا بتشوف حفريات يعني بتشوف عالم اللي هو ممكن يكون ملحد وعالم مسيحي واثنين يعني اكتشفوا نفس الشي بس كل واحد بيخذه من جهة بالزبط كده يا أسيس نظاري انت كده لخصت كل اللي أنا عايز أقوله اني احنا عندنا نفس الحفرية الملحد بيدرسها والمؤمن بيدرسها ايوة بس التفسير مختلف واحد بيقول طفان نوح هو السبب واحد بيقول لا دي احتاجت ملايين السنين اللي بيقول ملايين السنين دي لازم يكون في دفن سريع لانه لو سابها متعرضة للأكسجين هتتحلل هتتحلل وتح تفسد كمان بالزبط وبعدين زي ما قلتلك ميري شوارتس لما لقيت مواد حية يعني خلايا دم حمرة أو عية دموية مش بيصدق نفسها لان دي تعيش ألاف السنين ما تعيش ملايين السنين ودي أبحاثها موجودة وهي في نورت كالورينا وموجودة على اليوتيوب ويعني برحب اني الأحباء المشاهدين يدرسوا ويجبوا لي حاجات مضادة اللي أنا بقولوا واني تفاهم مع بعض بكل محبة اشتركوا في القناة